والحقيقة أنه ده غريب لأنه من وقتها ما فيش ولا كاتب ولا أديب عربي فاس بجهزة نوبل وهو ده العجيب يعني الأمر وكي أنه مع الوقت تتحول يعني شيء من العقدة طبعاً في طفرة في الإبداع العربي وهذا لا يعني أن هناك ضعف أو هيمنة الضعف لكن هو المشهد متسع لكن هناك برضو بعض الإشكاليات في الأدب العربي وهي إشكاليات عميقة الحقيقة ونبع من الزهنية العقلية العربية يعني والمستوى المعرفي والثقافي والإنساني عند العرب يعني أشوف فيه درجة من الانغلاق نوعاً ما طبعاً فيه أعمال متفردة أكيد أنا لاحظت برضو حاجة الحقيقة أن بعض اللي فازوا بالنوبل كانوا بيحصلين في الغالب على المان بوكر العالمية مش البوكر العربية المان بوكر العالمية العالمية آه بالضبط يعني هنلاقي أن أغلب اللي فازوا في الرواية بالتحديد كانوا فازوا بالمان بوكر موسيقى